اختتمت فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة حيث أعلنت لجنة التحكيم عن جوائز دورة هذا العام لمشاركة أكثر من 120 فيلماً من نحو 60 دولة اختتمت فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الحمد لله الدورة الخمسة وعشرين مرت وانتهت الفعاليات النهاردة بإعلان جوائز المهرجان يعني كان أسبوع حافل بالبرامج وفي الفعاليات من عرض أفلام وندوات ومحاضرات وورش أتمنى أنها تكون عملت حاجة مفيدة عملت حاجة ممتعة للناس يعني أنا سعيد طبعا بنهاية الدورة وباللي احنا عملناه وكنت أتمنى أننا نقدم أكثر من كده وأفضل من كده لكن يعني احنا عملنا كل اللي فسعينا وإن شاء الله يكون جهدنا ده يعني ليه مرضود كويس عن الناس وإلى اللقاء في العام القادم بقى الدورة الستة وعشرين وبداية يعني دورة جديدة ومرحلة جديدة من عمر المهرجان يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان قطاع الانتاج الوسائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منح جائزة باسم الوسائقية للفيلم الفائز بالمركز الأول في مصابقة أفلام الطلبة بالمهرجان حرصا على دعم المواهب الشابة قطاع الانتاج الوسائقي في الشركة المتحدة ارتاق السنة دي أنه يشارك ويدعم مهرجان لسماع لي للأفلام التسجيلية والقصيرة ولقينا أن أفضل فرع نقدم فيه جائزة باسم الوثائقية وفرع مشاريع الطلبة ليه الفرع ده تحديدا؟ علشان ده تناغم معضور الدولة في دعم واكتشاف المواهب المصرية قلنا أن أحسن شيء نقدر نعمله أنه ننتج فيلم وثائقي نوفر له كل الدعم وكل الإمكانيات للفائز في المركز الأول في المسابقة دي بحيث أن احنا نكتشف موهبة مصرية جديدة في مجال الأفلام الوفائقية المهرجان في الحقيقة منظم جداً الأفلام المشاركة أفلام أكتر من رائعة بلاد كتير مشتركة كل واحد ثقافته وكل واحد متقدم مهرجان يستحق فعلاً جائزة وبالنسبة بقى لطالبة معد علي السانمة أنا عندي فيلم رسوم وتحركها على شانك عندي فيلم للطالبة في سنة أولى دينا حسن مختار عشق الأزميل عندي فلس الأحلام للمخرجة ليلة وعندي الفيلم جائز واخد الجائزة الأولى المخرجة جميلة ويفي اسمه أحمر أو رد وبشكر دارة المهرجان وبشكر طبعاً رئيس المهرجان أستاذ عصان وبشكر كل زميلي اللي شاركوا في الحدث ده فيلم حياة ذهبية من بوركينا فاسو فاز بجائزة أفضل فيلم تسجيلي طويل وحصل فيلم مالك ريتس من شيلي على المركز الثاني كما نوهت لجنة التحكيم بفيلم كازابلانكا من إنتاج إيطاليا وفرنسا وفي مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة فاز بالجائزة الأولى فيلم خشب من إيران وجاء في المركز الثاني فيلم مطاردة الشمس من كرواتيا ونوهت لجنة التحكيم بالفيلم الفلسطيني أيوب وفي مسابقة الأفلام الروائية القصيرة فاز بالمركز الأول الفيلم الفلسطيني مار ماما وحل الفيلم المصري عيسى للمخرج مراد مصطفى بالمركز الثاني جهود مدنية بذلتها إدارة المهرجان لإقامة هذه الدورة المتميزة خاصة شراكاء العمل من صناع الأفلام وفريق العمل واللجنة المنظمة وخاصة قناة الوسائقية شريك النجاح بالمهرجان ترجمة نانسي قنقر